دلوقتي معدنا مع موجز لهم وآخر الأنباء مع أحمد عبدالصمد تفضلي أحمد شكرا بسنت الحسيني الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديد على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضرية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية وتتوكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية التي تعمل بالطاقة النظيفة كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالنظام التشغيل بالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة منظومة النقل الجماعية بحيث يتم تأهيلها علميا لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم به التكنولوجيا المستخدمة في إطارها أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتوفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات كما تتوسع في إنتاجها محليا وخلال ترأسه الاجتماع المجموعة الطبية أكد مدبولي على أهمية تلقي اللقاح المضادة لفايروس كورونا في تقليل فرصة الإصابة وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء مشددا على المواطنين بضرورة الحرص على تلقي اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع كما شدد رئيس مجلس الوزراء على منع دخول غير المطاعامين باللقاحات للمنشآت الحكومية وعدم الحصول على الخدمات الإلكترونية الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 998 متعافيا من فايروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجبالي المتعافين من الفايروس إلى 333 529 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومية إلى تسجيل ما يقدر بـ 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفايروس ومتحوراته لفتة إلى وفاة 25 حالة جديدة أظهرت بيانات معهد روبرت كوخل الأمراض المعادية في ألمانيا أظهرت تسجيل ما يصل إلى 34 145 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 8 ملايين و122 حالة وأشرت البيانات إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة للفايروس ليرتفع إجمالي الوفايات إلى 115 649 حالة وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طلت العاصمة بغداد بالأعمال الإرهابية الإجرامية وأضف صالح في تغريدة له على تويتر أن التفجيرات تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلية والاستحقاق الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل وكانت مصادر عراقية قد أعلنت إصابة شخصين في انفجارين استهدف مصرفين في العاصمة بغداد وقع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاق سلام في الخرطوم برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقال الوسيط الفني للاتفاق حمزة يوسف قال إن السودان وضع كافة إمكانيته من أجل معاونة الأخوة الفرقاء في دولة جنوب السودان شعورا بالمسئولية لطي مرحلة الحرب دعما وراعيا لها من أجل الوصول إلى السلام بدوره شدد عضو المجلس السيادية في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي شدد على ضرورة تحقيق بند الترتيبات الأمنية مشيرا إلى أنه بند حيوية وجوهرية في إنجاح الاتفاق وهو الأمر الذي أغفله المعنيون في اتفاق سلام جوبا في السودان اعتقلت الشرطة البريطانية مراهقين اثنين لصلاتهما بحادث احتجاز الرهائن في كنسة ولاية تاكسس الأمريكية مؤخرا وأفادت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب مدينة منشستر البريطانية بأن المراهقين لا يزلان في الاحتجاز ويخضعان للاستجواب وأكدت الشرطة أنها تتواصل مع المجتمعات المحلية لوضع أي تدابير لتوفير مزيد من الطمأنينة ويأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه أن الخاطف الذي قتل برصاص بعد عشر ساعات من المواجهة مع الشرطة في كنس يهودي في تاكسس كان من مدينة بلاكبيرن شمال غرب إنجلترا انتهى موجز أخبار الثامنة ونعود الآن لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل موسيقى